إذا تحدثنا عن التوافق فيما يخص الفنون التشكيل والموسيقى وما إلى ذلك واليوم سيكون هنا معنا كم فرقة موسيقية وأنت فنان تشكيلي هل يمكن أن يكون هناك توافق في الفنون حتى تعكس هذا التوافق على المستوى العام الاجتماعي؟ في الفنون يسميه تغابل التغابل بين فن المسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي والفن الرسم في تغابل في علاقة في الرواية وفي اللوحة وفي كده لكن كلها عندها حاسة مختلفة بتدعم البيع فعندنا في التشكيل بالتعامل البصري عشان كده بسموه الفنون البصرية وفي المسرح وفي الموسيقى سماعي لكن الرابط الحقيقي بينناتهم هو الإقاع مثلا أو الحبكة في الرواية أو كده لكن كلها هاي مداخل بتددل المدعى بالعمل الفني فتختلف الشكل لكن القواعد تغربة مشابهة يعني ما في لوحة ما فيها إقاع إقاع لوني زي الموسيقى ما في مسرحية ما فيها حبكة أو رواية فيها غموط أو فيها نوع من الجذب للمشاهد لأنه المدعى بتاعة المشاهد فيه استفزاز العقل بتاعه أو إحساسه المباشرة وغير المباشرة لكن نحن في السودان يعني عندنا في التجربة دي يعني رصيد أنا برجع الكلام رصيد هايل جدا إنه العلاقة بين الفنون السودانية كبيرة لكن ما متصلها نحن بفروض يكون في معمار مثلا عندنا الفنون تشكيلية تطول في المعمار يعني المعمار ما يكون بنا يكون تكوين جمادي عندنا في الموسيقين والشعر زمان كان الشاعر والموسيقي والملحين وبتاع بيبعدوا مع بعض بسهر ومعض بيطلعوا هنا وفعلا أبدعوا يعني في الحقيبة وغيره كلا فالتصال بين الفنون مهم جدا وخاصة الروح بتاعة تقبل النقد يعني ما في فنان كامل ونا في فنان خلاص شغله داخل حاجة لازم يقبل ولما يتكلموا عنه بنقد عشان لو كان الشغل كله استحساني بنفقد القيمة الحقيقية أو الإبداعية لكن مهما كان تسمع المتلقي بتاعك يقول لك شنو في العمل بتاعك وتقبله خاصة لما يكون يعني عنده خبرة فالنقد في سنان لهذا بتطور يبقى مواجه واضح يعني نحن في النقد السياسي عندنا تطور أكثر بالنقد الفني يعني النقد الفني غالب بيكون يعني سطحي لكن عاوزين تحليل ودراسة مدعمة يعني أصوات الفنانين الشباب الغالي الحان الجديدة البتاع بدون تحيزة وبدون يعني نعمل الفنان راشد دياب شكرا جزيلا ودايما هناك الحقيقة هي عند الآخر أو الآخر هو منكم شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة القصيرة إلا نلتقي شكرا جزيلا لك 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 موسيقى 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 في طريقنا والركلنا حقيقة الريد جسام يا هلا وما في زور بالمعن الريد جسام يا هلا وما في زور بالمعن يا بديو حلوة جي ما سأقول حقيقة زغرتة من فريقنا ما سأقول حقيقة زغرتة من فريقنا عش سبيلي كبا أنا والحبيبي جي عش سبيلي كبا أنا والحبيبي جي بديو حلوة جي ما سأقول حقيقة زغرتة من فريقنا ما سأقول حقيقة زغرتة من فريقنا عش سبيلي كبا أنا والحبيبي جي عش سبيلي كبا أنا والحبيبي جي بديو حلوة جي أخوة جميع خوارج زغرتة من فريقنا أخوة جميع خوارج مخصص سبيلي وما سأقول حتى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة